ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي ولا مدخلا لإقامة حكم عسكري فذلك ما نرفضه وما تجاوزه الزمن وما جعلته الثورات الشعبية ضربا من الخيال والمحال وتأكيدا لذلك تعلن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن مبادرتها بتقديم خارطة الطريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام